أجي بقى على اللعيبة كلعيبة الفترة دي فترة صعبة جدا 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 الفترة دي في مسؤولية كبيرة على اللعيبة البطولة البطولة مش جوه الملعب بس البطولة في حاجات كتير بره الملعب تركيزك التزامك نظامك إحساسك بالمسؤولية إحساسك بالنادي وبالفانيلا اللي انت لابسها وقبل كل ده يجي إحساسك بجمهورك العظيمة ففي حاجات بره الملعب قبل الملعب نفسه تعودنا طول عمرنا كده النادي أهلي على فكرة في حاجات كتير جدا 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 مختلفة بين لعيب النادي الأهلي محترامي لجميع الأندية ولعيبة الأندية كلها ولعيبة الأندية مجتمعة في حاجات لازم تبقى متوجدة في لعيب النادي الأهلي لازم ممكن تكون انت في نادي تاني قبل كده يعني ما كانش عندك يعني مش عايز أقول التزام ولكن مختلف الوضع عن النادي الأهلي جيت النادي الأهلي لا لازم تتغير والنادي الأهلي جايبك عشان انت لعيب كويس وعشان انت قادر تمثله وعشان انت تستحق الفانيلا اللي انت لابسه في بعض المواقف الصعبة ما فيه مواقف سهلة بتيجي كتير وفيه مواقف صعبة انت بتثبتلي فعلا ان انت الأحق انك تلبس فانيلا النادي الأهلي بس فيه مواقف أكثر صعوبة زي اللي احنا فيه اليومين دول تقريمك للمواقف بصفة عامة وفي الموقف كرة بس تقريم العام يعني تكلم على حاجات بره الملعب انت كلعيب لازم تنظر لها الماتش مش ملعب بس بس انا كلعيب ارد في الملعب على حاجات كتير واخرس السنة كتير انا في الملعب كلعيب اعمل كده انا كلعيب في الملعب لازم يكون عندي احساس بالجماهير دي لازم يكون عندي احساس بالنادي اللي انا بنتميله النادي الأهلي العظيم لازم يكون عندي احساس بالفانيلا اللي أنا لابسه فانيلاة النادي الأهل تيشيرت الأحمر بتاع النادي الأهل